السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ومرحبكم من جديد في حلقة جديدة حنبدأ اليوم بافتتاح بطولة أمم إفريقيا في الكاميرون حنتكلم عن الافتتاح حنتكلم كمان عن مستوى الفريقين والمستوى الممتاز جداً اللي نقدم في مباراة اليوم في افتتاح بالتأكيد بالنسبة للكاميرون تاريخي على كل المستويات انتصار ظهور بشكل جيد جداً على المستوى التنظيمي حنتكلم عن تفاصيل كثيرة جداً بذكرك بس بلايك الدعم حنبدأ على طول في حلقة هذا اليوم حنتكلم أول حاجة عن ظهور الكاميرون كبلد منظم بالتأكيد بالرغم من الشوايب الكثيرة جداً جداً اللي انه الافتتاح أرض الكثيرين والكثير من المتابعين يتكلموا عن انه الافتتاح أعتقد انه بالرغم الإمكانيات الموجودة اللي انه كان ممتع قدم مادة ظريفة اللي هي المادة الإفريقية اللي انت دايماً بتشوفها بالتأكيد في دول تانية عندها إمكانيات كبيرة جداً بتقدم عظمة في افتتاح المباريات أو البطولات بتعبر عن نفسها بشكل ممتاز بالإمكانيات اللي عندها فالكاميرون بالرغم الإمكانيات اللي ممكن صاحبت استضافة هذه البطولة وبالرغم المشاكل الكثيرة جداً إلا انه برضو حفل الافتتاح كان طاعم كده واللمسة الإفريقية الجميلة جداً جداً نستمتعنا بيه بشكل كبير حنبدأ على طول يتكلم عن المباراة كل واحد فينا كان خات يده على قلبه في انه الكاميرون بعد الجهد الكبير جداً اللي بيقدم انها تجي في أول مباراة وما يكون عندها الشيء اللي حتقدمه ليه لأنه نحن كلنا زمان بنتابع المنتخبة الكاميروني بنتكلم عن كاميني بنتكلم عن روغو بيرسونج بنتكلم عن جيرمي بنتكلم عن دل كاتر كيتا بنتكلم كمان حتى عن سامويل إيتو بنتكلم عن النجوم كان عندهم اسم رنان على المستوى الأوروبي بتقولون انه الكاميرون يعني عندها النجوم على المستوى الفردي اللي بيقدروا يحسموا حتى المدربين ما اعتقدوا الناس كانت مطمن ان المدرب ده ممكن جدا يقدم المادة اللي انت كنت يعني اللي انت كنت متوقعة او اللي كنت بتشاهده من الكاميرون زمان وكمان بوركينا فاسه من المنتخبات اللي اعتقد انه منتخب ما ما تحس من المنتخب ده اللي هو تصنف عن منتخباته سيئة جدا او ضعيفة جدا اللي ممكن الكاميرون هتعديه ببساطة بحكم الضغط الجماهيري او حتى بحكم الافتتاح او بحكم انه حتى المحترفين وامكانياتهم فبرضو في مجموعة بتاعة محترفين كويسي جدا على مستوى المنتخب البوركينابي الخيول البركينابية وكمان الاهم من ده كان في حاجة مهمة جدا غيابات المنتخب البوركينابي في مباراة اليوم بسبب الكورونا اتكلم عن خمسة لاعبين غيبين في مباراة اليوم فالناس كنت متخوي في انه المنتخب البوركينابي يظهر بشكل غير جيد لكن البطولة فاجأتنا انا ممكن اقول حاجة صغيرة الناس ممكن تتفق معي فيها فكرة انه البطولة ما قدمت المتعة اللي انت عايزة. يعني في فروقات كبيرة جدا من ان البطولة قدمت جيم جوي جدا. ماتش جوي جدا بين منتخب الكاميرون وكمان منتخب بوركينا فاسو. بس ما ما اعتقد انه فيكم واحد لمس المتعة اللي هو عايزة كمتفرجة. صح انا واحد من الناس انا احب البطول الافريقية لدرجة يمكن تعدي بنسبيا او تكون في افضلية نسبية عن البطول الاوروبية. احب جدا البطول الافريقية. حتى ولو ما قدمت المادة الدسمة الممتعة. فاعتقد انه بالنسبة لي هي دايما الاقرب. فعشان كده الليلة احنا كلنا بنفتش لللاعب اللي بيعمل اللمسة الفنية جدا كنت محتاجية. في لعيبة كويسين على مستوى المنتخب البوركينابي. قدموا جيم كويس جدا بالرغم منه السبب في رقلة جيزاء اولى. اللاعب رقم عشر بلاعب في الدور الانجليزي. قدم جيم كويس جدا مهاري شوية. اللمسة الفنية بتشوف عنده. شفناها في الكاميرون. ما لعدت الكاميرون في الشوطة التاني شفنا العيبة دخلت الشوطة التاني رقم سبعة. ويعني في النهاية انا زي ما اقلت لك. يعني ما ما اعتقد انه قدمت منتخب الكاميرونة وحتى بوركينا فاسو. كافتتاح قدم المتعة لانت كنت محتاج لها. اعتقد انه منتخب الكاميرون والظهور اللي كان كويس جدا في هذه المباراة. ظهور على كل فترات المباراة. بتسميه ظهور جيد جدا. لكن لما نجي نتكلم عن دخول الجيم دخل المنتخب البوركينابي دخل بشكل قوي جدا كان لعب ولعب مباشر. كان بيشتغل على الجيم على القون بشكل مباشر. وقدر قدم نفسه وعرض نفسه في الجيم وقال انا موجود في كل يمكن الحضورة الجماهيري والرئيس الدولة والفيفا. ويفتتاح بطولة داخل الكاميرون بيجي بوركينابي بيقول لك انا موجود. فحجب لي جدا فتحت الصدر دي وعجب لي جدا فكرتين للمنتخب البوركينابي هيسجل هدف. حتى معايا الشباب بيقول لهم مراهن انه الفريق البوركينابي ممكن جدا يفتتح التسجيل بعيدا عن فكرتين منه هتوقع حيكسب في نهاية المباراة. لكن الكاميرون بالرغم انه البوركينا كانت عاملة شغل كويس جدا فنيا حتى بيلعب لعب مباشر. انه كانت مسيطرة على الجيم على مستوى الاستحواز على مستوى حتى الفرص على مستوى حتى انه يصلوا اكتر على مرمأ بوركينا فاسو في كل فترات المباراة بالتأكيد كان عندهم الافضلية بشكل كبير. الا انه موركينا فعلا كان الخصم القوي اللي بيساعدك انك تقدم جيم قوي جدا على المستوى البدلي. فكان في ضغوطات كبيرة جدا بالنسبة للكاميرون في انه افتتاح بطولة بالنسبة ليك داخل ارضك كل الجمهور موجود رئيسة الدولة الفيفا اللي كانت معارضة انك تلعب البطولة هتصار كيف قدامهم سامول ايتو والطموحات والتوقعات كل ناس اكيد متعاطفة مع الكاميرون في انها تكسب البطولة او تكسب اول مباراة عشان انت في النهاية يعني تبدى البداية البداية الافضل بالنسبة لها وسط جماهيرة. فدي الحاجة كانت متوقعة. دايما زي ما قلت لكم فاجأت بالمستوى فاجأت بالخطورة على المرمأ وفاجأت كمان بالتقدم في الدقيقة اربعة وعشرين لكن الكاميرون قبل الشوط انتهي شفنا اتنين ضربة جزا ممكن جدا نختلف نتفق على ضربة الجزا. التانية اللي اعتقد ان الحكم يعني انتظر كتير عشان يحكم ضربة الجزا الاولى. وكمان مباشرة حكم ضربة الجزا التاني وبالنسبة لابو بكر اه حسم المباراة من الشوط الاول الشوط التاني لما نجي نتكلم عنه بشكل مباشر على المستوى الفني بنقول انه وين المنتخب البوركينابي اللي كان موجود في الشوط الاول المنتخب اللي ممكن كان ابرز سما بالنسبة له والصفاء فعلا كان بيقدم اه مادة دسمة على المستوى الفردي في المهارات الفردية الا انه برضو كان في تدخلات عنيفة جدا وشروط اكتر في المباراة بالنسبة لمدافع انه الاعتقد انه حتى مدرب ان طلع من الجيم من فكرة انه شوط اه اتحكمت عليه ضربة جزا تانية هو شرت خلاص من الجيم وبيقى تفكيره كله مع حسنزيل اللي بعمل ملامة على مستوى التحكيم في انه كيف يتحكم ضربة جزا تانية مع انه اللاعب ما استفاد او حتى اللمس ما كان بشكل مباشر فالتركيز كان اكتر مع حاجات غير اللي انتبادت بها المباراة فكان بوركينا كان في الامكان ينهي ينهي المباراة في انه يكون متعادل ممكن جدا يكون كسبان لانه حتى المنتخب الكاميروني خاش الشوط التاني على تراجع بوركينا فاسو قدر قدم جيم كويس جدا قدر بقرب من خطوطه اكتر ولعب على الدرجمات المرتدة وشوف المساحات اللي كانت كبير جدا بالنسبة لمنتخب بوركينا فاسو في مباراة اليوم اللي اعتقد انه الكاميرون هي في النهاية ظهرت بمستوى كويس لانه ده افتتاح حتى ولو فنيا ما كان بالمستوى الافضل عفوا ما كان بالمستوى الافضل فدايما بتشوف منتخب الكاميرون في افتتاح بالنسبة ليه الاهم انك تكسب التلاتة نقاط الاهم انك تحاول آآ تصر قدام جمهورك بشكل قوي فنيا اعتقد ان الحاجات دي ممكن تتحسن في المباراة القادمة لانك هتلعب مباراة مهمة جدا ضد اثيوبيا هتكون بالنسبة ليك حاسمة جدا جدا في الفترة اللي جاية لكن بوركين هفاسو صراحة انتظروه في الايام اللي جاية لانه فعلا كمنتخب ممكن جدا يقدم نفسه بشكل كبير بعد استعادة لعبته في الايام الجاية وممكن جدا يكسب ممكن جدا يتاهل للفترة القادمة لانه فعلا فعلا الجيم القدمه ده ساعد الكاميرون انه تحمل افتتاح كويس جدا ساعد خلى الناس كلها تتفرج على جيم قوي جدا جدا بالنسبة الكاميرون في هذا الافتتاح اللي ممكن كان قوي جدا افتتاح انا اعتقد انه بالنسبة لي افتتاح كان جميل على المستوى البدني وعلى مستوى الضغط الكبير جدا بالنسبة للمنتخبين اللي اتنين استمتعنا فعلا فعلا ببداية لعرص افريغي الناس كلها اتكهنت في انه ممكن جدا ما يفتتح او ما يبدأ او نظرا للتجهيزات الخاصة بمنتخب الكاميرون في انه ما يستطيع او حتى الكاميرون كدولة او اتحاد الكاميروني ما يقدر استضيف هذه البطولة في التوقيت التحديدا وحارب صامويل ايتو الكل عشان يقدر يبدأ هذا الافتتاح بالتأكيد تنظيميا حتى ولو تنقص الكاميرون الكثير من الشوايب الا انه هي دي افريقيا بالتأكيد الناس بتشايل بعض عشان تنجح لكن في النهاية انت ما حتحاول تشوف نفس التنظيم الكاميرون في قطر حتي تشوفه اليوم موجود في الكاميرون ولا حتى في اوروبا ولا حتى الكاميرون في مصر اكيد الكاميرون اقلى لانه حتى المصري وكمان جات للاتحاد المصري وكمان اقيمت هناك ونظمت في مصر انا اتمنى ان البطولة دي تكون على مستوى الفني وتكون على مستوى المنتخبات تكون قوية جدا بعيدا عن كل شي خاص بالتنظيم لما تشوف افتتاح كان جميل وكان ممتع بالرغم من بساطته بالتأكيد بالتأكيد كل شي خاص بالامور التنظيمية حيقيف عشان الناس تتفرج على كرة القدم اللي حتقدم في هذه البطولة استمتعت انبسط متعاطف جدا كنت مع الكاميرون في انها قدمت انها تكسب وقدمت نفسها بشكل جيد جدا لكن بوركينا انتظروها في الفترة القادمة حنشوف شنو بيحصل في مباريات البطولة الافريقية اكتبوا لي عن هذه الحلقة اسفل هذا الفيديو انا شاكر لكم كتير ان شاء الله دايما تعملوا الامين شكرا لكم